تواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن مواد غذائية فيما تم ضبط قرابة 6 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 27 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وضبط ما يقرب من 533 قضية من بينها 117 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط ثماني قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 28 طن أقماح محلية